موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام كل عام وأنتم بخير أهلا بحضراتكم في حلقة غديدة من تفسير الرؤية والمنام ومع برنامجكم أحلامنا الجميلة على قناة الصحة والجمال أهلا بحضراتكم كل سنة وأنتم بخير كل سنة وحضراتكم والأمة الإسلامية والعربية وشعبنا العظيم مصر بخير وأمن وأمان النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الحلقة الجميلة والجديدة دي إن شاء الله هتكون جميلة عليكم وحلوة إن شاء الله هنتكلم عن رؤية الحلويات في المنام نتكلم عن الشوكولاتة هنتكلم عن المأكلات اللي هي بتفرح الإنسان أو بتسعده لما حتى بيشوفها أو بيأكلها وأول ما هبتدي هبتدي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله كل عام وأنتم بخير رمضان خلاص بينتهي فاضر أيام بسيطة جدا ورمضان ينتهي ويمشي ويأتي العيد الأيام الجميلة بتمشي النهاردة هنتكلم عن الحلويات وعن المأكلات الجميلة زي البسبوسة المشبكة الشوكولاتة وهبدأ أول حاجة من رؤية الحلويات هبعد شوية عن الرؤية وأقول لكم حاجة حصلت وانا جاي في الطريق وانا جاي في الطريق طبعا بالمنصورة لقيت حاجة جميلة جدا في الطريق حاجة عجيبة حاجة خلت قلبي يوجعني وافرح أوي 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 لقيت الشعب المصري وقف على الطريق بيوقفوا العربيات إجباري علشان يدلهم مية بلح مأكلات حلويات ايه الجمال وايه الحلاوة بتاع الشعب المصري الجميل ده فعلا رمضان في مصر فعلا رمضان في مصر من أجمل 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 الأيام اللي تعيشها في رمضان وفي العيد انزلوا تعالى مصر شوف الشعب المصري الجميل شوف الشعب المصري الحنين أنا انبهرت والله يمكن باجي على طول القناة ويمكن صادفني النهاردة أن أنا وانا ماشي كده يعني وقت الفطار لقيت الناس بتفرق مأكلات كتير جدا وناس كتير جدا مش واحد ولا اتنين لقيت الشعب المصري في خير الشعب المصري في بركة سبحان الله وان شاء الله ربنا مش هيبنى عنه الخير أبدا كل سنة وانتو طيبين وبشكركم أوي 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 ويا رب يا رب يتقبل منا صيامنا وزكاتنا ويجي العيد وإحنا فرحانين وإحنا متهنيين وإحنا في سعادة يا رب العالمين النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن رؤية الحلويات والشوكولاتة في المنام ربنا يجعل أيامنا كلاتها حلويات وشوكولاتة وأيام جميلة وسعيدة على مصر وعلى شعب مصر وعلى جيش مصر وعلى العالم الإسلامي كله من رأى يعني من رأى منكم الحلويات في المنام على طول يقوم يستبشر خير يقوم سعيد كده ويقوم فرحان ما يخافش كده ويقوم فرحان ويقوم سعيد يستبشر من الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في الأيام القادمة المقبلة في فرح جايلك في خير جايلك في رزق جايلك البنت الجميلة اللي قاعدة العزباء اللي مستنية الزواج أو مستنية ابن الحلال اللي يجي أخدها في بيت الزوجية ويخليها متهنية ويخليها سعيدة رأت في المنام إن هي بتاكل شوكولاتة فعلى طول أول ما بنشوف الإشارة دي والرمز ده أنا بب معنا اتصال ألو سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته مرسم معاك أهلا يا أستاذة معاصمة على دماغي تفضلي السلام دماغي أنا شفت حلمي كده من أسبوع وبدأ ربنا على كل حلقة اللي فاتت ما رددش لا أنت تؤمرين أمرا تحت أمرك الأمر اللي اللي هو يحف أنا الزوجة ميت بقاله عشرين صحيح سهل تمام وشفت في المنام ميت قدامي الله يرحمه وبيبين له الكفن وبلبسوه وأنا بعيط على بسرقة قوي ومعي بنتاني اثنان تمام صغيرين تمام فأنا عايز أشوف دي إيه هو كان كويس معاك طبعا أيام ما كان عايش معاك شكلك المنام بيبين كده كان النحاق وبيبين عشرين سنة مع بعض ما زعنش نور الله يرحمه يا رب ويجعل قبر نور ودايما يفرح بكم يا حجة يا حجة انت حضرتك انت حضرتك زعلنا من حاجة الفترة دي أو بتتحملي بعض المشاقات شوية لا والدنيا كلها في لا ربنا يا رب يفك عنك إن شاء الله معلش شي ولكن آخر سؤالها هسأله لك عشان أفرحك لأن النهاردة رؤيت النهاردة الشوكولاتة وإن شاء الله الحلويات هتعم علينا دلوقتي انت بتقولين انت شفتيه ميت صح كده وفي كفن شفته آه يعني أنا ما شفته قدامي بس آني هم بيغسلوا جوا وهيكفنوه وعشان يتفنوه طيب انت عندي وفي لوقت العربية عشان نتفنعه عندك بنات لسه متجاوزت شي لا متجاوزهم كلهم كلاتهم متجاوزين ولااتهم لا حضرتك انت متجاوزك كل البنات ولا لسه في حد متجاوز عندك لا متجاوزها البنتان بثنان ومتجاوزها الصبيع طيب تمام ربنا يا رب ما يجيبش حاجة وحشة لك يا رب اسمعاني من التلفزيون ان شاء الله في زوال هموم لحضرتك لانه هو بيتغسل وانه هو علشان يموت تاني طبعا فيه اشارات تانية مش هنفسر بها دلوقتي ما تتزمناش لانه انا شايف في المنام انه هو بيتغسل والغسل هنا بيدل على الخير بيدل على خروج الانسان من الضيق والهموم والتعب والنكد لان الانسان بيبقى جاي تعبان عرقان الدنيا يعني ملخبطة معاه فاول ما بيخش يختسل كده ويشوف نفسه انه بدأ ينظف كده ويستحم كده فده دلالة على زوال الهموم والنكد والضيق ان شاء الله طب هنا هي بتيبكي هنا انا بقولك ان شاء الله الفرج جاي لك في الطريق ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفرحك قريب اوي 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 والله اعلى واعلم ان شاء الله هنتكلم عن رؤية الحلويات في المنام وانا بقول ان رؤية الحلويات في المنام جميلة جدا حتى رؤية الفاكهة كمان هنتكلم كمان عن الفاكهة جميع انواع الفاكهة بتبقى جميلة اوي 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 بس الفاكهة اللي بتبقى نطجة الحلويات اللي شكلها جميل مثل الشوكولاتة البسبوسة يعني مثلا انسان كده نقول مثلا تاجر نبدأ بالتاجر كده ربنا يا رب يخلوهم من اصحاب الارباح الكتيرة في مصر يا رب العالمين ويزيدهم ويزيد التجار خير وبركة يا رب العالمين معنا اتصال السيد أحمد أهلا بحضرتك يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت طيب يا حبيبي بعد يوم حضرتك كان في حلم حلمتهم كم يوم كذا على حلمت أن أنا كنت نايم وكان في فار فيران صغيرة كذا مصروطة على الحيطة دام على الحيطة كانت في الوحيد كذا لقيت فار فيران كم واحد طيب ألف سلام عليك يا سيد أحمد طيب ألف سلام عليك يا سيد أحمد طيب بس أفصل لك معلش دو لأننا عندك الزكرة ضعيفة شوي ما بقدرش أحفظ المنامات بسرعة بعد إذن حضرتك سمعني إنت بتقول لقيت أربعة أو خمس فقران صغيرين ومعهم أمهم والفارة الفارة الفارة بتبصلك صح بعينها أمتي من النوم جنبك وجعك طيب لأن هنا فيه إمرأة سيئة نظرت لك بعين صاقبة ليه؟ لأن أي إنسان يشوف عين في المنام بتبصلك حتى لو مرسومه على الأرض حتى لو مرسومه على الحيطة حتى لو مرسومه في كتاب العين دي صاقبة قوي قوي فقدرت أني تخترقك وتتعبك فبعد إذن حضرتك أنت بجوارك يعني ما شاء الله يا حد واخد باله منك حد بيحسدك حد بيحسدك على اللي أنت فيه أو اللي أنت لو جبت حتى أمص جديد فبتحسدك فإرق نفسك يا أستاذ أحمد سريعا جدا كل يوم إرق نفسك بعد إذن حضرتك والله أعلى أعلى اتفضل منامك الثاني أننا كنت أنا فيه خالي معايا فيه خلاف ما بينه على مرسومه تمام فقمت أنا أوليت ألمت أن أنا أولتي كنا عنده وأنا كنا خلاص هنمشي على الأسفل أننا حلم نتكلم ومش أعرف إيه عادي كده وأنا عايه وأنا همشي جاي أمشي عملا تدور على صورة الكلمة على الشوز بتاقي مش لاقيه تدور على إيه؟ تدور على إيه؟ الجزمة بتاعتك أه تدور على الجزمة بتاعتك أدور عليها وأقلب عليها الدنيا مش لقيها تمام والآخر تبعها كده وكان فيه برضو جزء من الحلم من الحلم ده والدي يلا يرحمه كان يقول أنت أتوح منها مش وار وقال لي بلبس يعني ولا إيه ولا جمعك كده قال لي لا ده مش وار بعيد ده في جزء من المنام بس مش فكر بأيه بالصراحة طيب بس أنت لقيت الحزاء في المنام في الآخر نعم لقيت الحزاء في المنام اللي كان ضايع منك ما لقيتش حاجة بعد إذن حضرتك أسألك أقول لك حاجة كده طب أنت حضرتك بتشتغل نعم أنت بتشتغل لا حاليا لأ في دراسة في دراسة ولا في إيه نعم يعني أنت حضرتك بتدرس ولا بتشتغل ولا سيبت شغلك لا حاليا قاعد مش شغل خلص دراسة خلص دراسة بس ما فيش شغل أه تمام كده هنا الحزاء بتاعك هنا طبعا أنت مش بتجوز صح كده طبعا هنا الحزاء بتاعك هو دا عملك وللأسف زي ما أنت قلت دلوقتي حالا وأنا كنت بس ألك في صميم المنام أن أنت حزائك مش لاقيه أو شبشبك مش لاقيه فأنت مش لاقي شغل ومش لاقي عمل صح يا أعوزيز أحمد نعم باباك شفته في المنام وأنت عايز تروح معاه قالك لأ دا المشور بعيد صح كده نعم هنا بيدل على أن أنت عمرك لسه طويل ليه لأنه هو خلاص إيه في 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 الآخرة فلو كنت رحت معاك ما كانش ينفع طبعا بس هو قالك لسه قدامك المشور بعيد أو المشور بعيد دي دليل على حياة جيالك إن شاء الله ومعيشة وإن شاء الله برؤية والدك في المنام أمن وأمان خير فرج إن شاء الله يا أسف زي أحمد أنا ببشرك بخير إن شاء الله وعليك أن تلتزم بالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزم بالصلاة بالصلاة ما تأخرش الصلاة بص كده عليك بقراءة القرآن عليك بالاستغفار هتلقى ربنا بيفتح لك الأبواب ويسعدك أوي 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 والله أعلى وأعلم كل سنة وانت طيب يا فندم ربنا يفك عنك ويصلح حالك ويصلح حالنا أجمعين يا رب العالمين هتكلم على رؤية الشوكولاتة هتكلم على رؤية المشبكة هتكلم على رؤية البسبوسة الجاتوهات طبعا أي حد بيشوف المنام جاتو شوكولاتة ما يخافش ليه؟ لأن طبعا الحاجات دي ما بتتعرضش إلا في المناسبات في أعياد الميلاد في الأفراح في الخطوبة تاجر إذا ما قلت كده شاف شوكولاتة أو حلويات وربنا كرمه كده وراح يجيب تجارة أو راح يجيب شغل جديد أنا بقولك ببشرك إن ربنا سبحانه وتعالى هيسعدك أوي أوي وهيكون عندك ربح كتير جدا جدا في التجارة اللي انت بتسع فيها إنسان بيدور على عمل زي الأستاذ أحمد كده ومش لقى عمل وشاف في المنام إن هو بيأكل جاتو أو بيأكل حلويات فده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيفراحه وصاحب المنام لما يلاقي نفسه بيأكل جاتو أو حلويات ربنا هيفراحه وهيلاقي عمل هيلاقي خير هيلاقي رز طبعا البنت الأنسة أو من أكتر المنامات اللي بتعرض علينا من الأنسات أو المطلقات ويقولك مثلا تقولك مثلا أنا شفت والله إن أنا كنت بأكل شوكولاتة في المنام وكاد طعمها لذيز قوي يعني أنا كنت بأكلها كده ومبسوطة أو في المنام إن أنا بأكلها حتى لما قمت من النوم بلاقي طعمها في بوقي طعمها جميل أنا بقولي لو المطلقة شافت المنام ده أنا بقولها ربنا هيعوض صبر خير ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك بأيام جميلة هتنسي كل اللي فات ومتعب والمشاكات اللي انت شفتها في حياتك في الأول وبعد كده هيجيلك أفراح بعد كده هيجيلك خير كبير أوي 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 هيجيلك فرق بقولك أم فرحانة أم سعيدة أم احمد ربنا سبحانه وتعالى على رؤية هذا المنام فأنا بقول يا جماعة رؤية الشوكولاتة بتبقى جميلة أوي 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 إلا في حالة وحدة هي إيه الحالة الوحدة دي لما لاقي مثلا إن أنا بأكل شوكولاتة وحد دي مثلا خطفها مني ده ما بتبقاش محمودة بأكل شوكولاتة أو حلويات وبلاقيها بيضة خصرانة يعني طعمها مش لذيذ مش حلوة فهنا ده بيأكد على أمر ممكن أنا بفتكره أنه هو جميل أو مثلا إن أنا مثلا آجي أكل شوكولاتة أو أكل بسبوسة أو أطايف أو مشبكة أو كنافة كل سؤالهم طيبين ولقاه مثلا يعني طعمها مغير أو مش حلوة فده دليل على ممكن أمر بيكون تنبيه لصاحب المنام إزاي؟ يعني مثلا بنت كريمة أو أخت كريمة تقدم لها عريس فأمت تقول إيه؟ أنا راح أصل استخارة وأفضل الأشياء إن أنا أتجي إلى ربنا سبحانه وتعالى في كل أموري مسافر أصل استخارة هتجوز أصل استخارة أفتح مشروع هصل استخارة فهنا أنا بروح أصل استخارة فبلاقي في المنام إشارة إن أنا مثلا في عريس جايلي أو في سفرية هسافرها بلاقي نفسي إن أنا باكل شوكولاتة أو باكل فواكه أو باكل معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكرم منتطيب يا حبيبي يا رب الأساز مجدي معنا رب يعيب لك فيك علي صوتك شوية زمجدي بعد إذنك أهو من عزوا برزق شوفت رؤية بطريق حتك لأن أنا كان في حية وكان في أرنبين وأنا كنت أرنبين جراعي وكان معي وعب صرين الحية سبق لي ممشي الأرنبين أول تطوير جريو والعصرين أعصر أخرين وأعصر أخرين وأعصر أخرين تبتنب إجاة تمام بس كده يا عز المجدي سامعني يا فندم نعم بس كده المنام خلص أه يعني أنت شفت شفت حية وأرنبين وأرنبين أه حية طب طفرة فوسود ممشي ومشي أه 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 حية أبيض فوسود أه سامتني ومشي والأرنبين والأرنبين الحكم ما شاهدوني جريو جريو والعصرين عصر أخرت ومفلحت بيها وعصر أخرت تمام أنت في الدراسة يا أستاذ مجدي نعم أنت في الدراسة ولا بتشتغل يعني مش بتشتغل لاب عرض الزرعية بتحضر الزرعية كده طيب ربنا يبارك فيك يا رب اسمعني من التلفزيون وهجاوبك ولا عندك حاجة تانية نعم نعم طيب أفصلك ده بص يا سيدي صلى على سيدك النبو محمد صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يسعدك ويبدأ عنك الشر رؤية الحية في المنام يا جماعة لا تستهام بها مش حاد يستهام بها الحية في المنام أو الثعبان في المنام بألوانه لكل لون لتفسير فلون طيب شكرا يا سيدي طيب شكرا يا سيدي مجد اسمعني من التلفزيون بص يا فاندي مرؤية الحية في المنام لما يكون لونها أبيض في اسوي فدا داليلة على عدو الحضرتك بيكون في حد ملازمك بينظلك بيحسدك بيحقد عليك بيحطه في قلبه لك يعني ايه حاجة مش كويسة ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك وشكلك من صوتك إنسان شكلك طيب ومسكين ومع ربنا فلما الحية دي تسيبك وتمشي كان في معاك عدو وربنا سبحانه وتعالى نجاك منه أبعده عنك الأرنبين هنا بيدلوا على ايه بيدلوا على اتنين من الأصدقاء ليك اتنين ممكن يكون رجال اتنين نساء بس ولكن هم في الأرجح هم رجلين أو شابين معاك زملاتك أو حد ولكن بيدلهم على هم الجبناء شوية لأن الأرنب في الحقيقة بيبقى جبان وفي المنام بيدل على الرجل الجبان اللي ملوش لازمة ملوش منفعة فدخل في حياتك عدو ربنا أبعده عنك ودخل في حياتك اتنين ملوهمش قيمة أو ما بيفوتكاش بحاجة دايما يعني ممكن لو فيدوك بيفدوك بحاجات مضرة مش حاجات كويسة جدا ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى لكن هم مشوا كمان ولكن هنا العصفرين تعرفوا جماعة أن رؤية العصفر الزغيرة جدا دي يمتبشر بالخير قوي 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 وبيبقى فاها بركة وبيبقى فاها خير وأحيانا يقال أن رؤية العصفر بيدلل على الرجل الضخم سبحان الله يعني عصفورة زغيرة جدا حجمان زغير جدا بتعبر في الحقيقة بالرجل الضخم أو الإنسان الضخم فهنا لنت تشوف عصفورة وقفة أو عصفورة طارت منك فده دليل على أمرين عندك أمر إن شاء الله يبقى موجود معاك فيه خير لسه موجود إن شاء الله وإن شاء الله إن كنت بتسعي له إن شاء الله ربنا أقولك بس مش دلوقتي ولكن الأمر التاني بعد عنك راح منك أي إن كان إن كان فيه خير إن كان فيه مال أي حاجة راح من عندك راح منك إحمد ربنا وقول الحمد لله رب العالمين إن ربنا بعد عنك الشر الأفعة إن ربنا بعد عنك أرنبين يعني شابين رجلين ما بيفهموش حاجة جبناء لا بينفعهم ولا بيدروا بس هم يعني عاملين قلق لك بس كده ربنا أبعدهم عنك والخير جاي لك في الطريق والله أعلم وأعلم معانا السيدة أم محمد أهلا بحضرتك يا فندم معانا اتصال أم محمد قالوا تفضلي سامعك يا فندم تفضلي طب قافف حتة فا شبك عشان تسمعيني خسار الاتصال أنا بزعل لما الاتصال بيروح يا ربنا يفراحك يا رب يا محمد حاولي تقفف حتة فا شبكة لإني مفيش أي صوت خالص أيوة يا محمد اتفضلي اتفضلي لأ أنا مسامع أي حاجة يا محمد طيب 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 عاود الاتصال مرة تانية إن شاء الله هنتظرك لازم تتصل عشان أنا بزعل جدا بجد يا جماعة لما الاتصال بيروح فأنا عايز إن شاء الله نتواصل كلاتنا مع بعضنا يا رب يفرحنا ويفرحكم وسعيدكم يا رب العالمين أنا بقول النهاردة تفسير رؤية الحلويات تفسير رؤية الفاكهة طيب الحلويات هنا بتدل على الرز بتدل على الأمور الطيبة جدا لكل البشر أي إنسان يشوف حلويات في المنام بيكون أمر طيب جدا هيقضوا مع الإنسان ده تاجر ربح مال فرق واحدة عريس هيخش عشان يتقدم لها أو يتزوج منها ولقت الحلويات وطعمها حلو شكلها حلو طبق مليان حلويات فبيكون العريس ده مناسب على طول أول ما بسمع الإشارة بقول لا توكل على الله على طول إن شاء الله هيكون مريحك هيريح ألبك هيعيشك فيه هنق وصرور طيب هنا أنا بقول أنا بخاف من الحلويات اللي هي خسرانة ده أمر بيكون أنا فاكره إنه هو حلو ولكن هيكون فيه متاعب لي خلي بالك مش كل الحلويات أشوفها في المنام أقوم فرحان ومبسوط أوي 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 الحلويات الجميلة الحلويات النطجة اللي طعمها جميل ولازيس في بقي أشوفها بعناية لدليل على أمر طيب جدا هيجيلي إنما الحلويات أو المأكلات الخسرانة أبعد معانها على طول وعلى طول لو كنت بفكر في صفر على طول أفكر واسأل واشوف الصفر ده هيكون متعب ومشاكلية وهيكون فيه خسارة ولا لأ لأن طبعا الحاجات دي لما يكون فا يعني مش كويسة مش لطيفة في المنام بتدلل على تعب على إرهاق طيب معانا اتصال أمو مريم طيب علي الصوت شوية أنا مش سامع أنا أمو مريم اتفضلي يا أمو مريم اتفضلي أهلا بحضرتك معاك مفسر أحلام أبو يحي يا فندم طيب بالأسف الاتصال اتقطع نعتذل لحضرتك اتصل تاني بعد إذنك أي حد يا جماعة بيعايز تواصل معايا بعد إذنكم اتأكدوا الأول إن فيه في شبكة عندكم عشان نقدر نتواصل مع بعضنا طيب هنا أنا بقول كمان إن الحلوات جميلة كمان الفكهة جميلة أوي 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 رؤية الموز في المنام جميلة جدا الفواكه في المنام أكملها جميلة بتدل على الرزق على الخير يعني مثلا واحد يقولك مثلا أنا شفت إن أنا مثلا قدامي صنية أو صباطة أو كمية كبيرة جدا من الموز أنا بقوله على طول أول ما بسمع المنام ده يعني بفرح جدا لصاحب المنام فبقوله في رزق جايلك كتير قوي مال فرج خير ولكن أنا بقولك برغم إن الرزق جايلك في المنام إن أنت بتاكل موز أو شفت موز هيجيلك في الحقيقة أمال هيجيلك في الحقيقة رزق ولكن الموز فعلا بيتحقق منامته بإذن رب العالمين إن هو بيبقى أمال ورزق كتير ولكن بيروح بسرعة يعني إيه بيروح بسرعة؟ زي أي مأكل حلويات أو حين بنشوفها بنأكلها رزق بييجي إن كان مال فالمال ده بييجي بسرعة ويروح بسرعة لأن أكل الحلويات أو الموز أو الفواكه بتتهضم بسرعة جدا بتبقى سريعة الهضم فده دليل على مال جاي مكتسب من عند الله سبحانه وتعالى ربنا بيبشر بالإنسان ولكن بيروح بسرعة فأنا بنصحك خليه يروح في الخير خليه يروح في حاجة تفيدك فرؤية الشوكولاتة لؤية الحلويات بتدلل على الرزق الكتير أوي 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 طيب أنا بجأة مثلا أخت أو أخي كريم يشوف مأكلات جميلة في المنام شاهية في المنام حلويات أي فواكه أو أي مأكلات جميلة جدا فأقوله فيه رزق جاي لك في الطريق على طول يقوم مفكر إن الرزق اللي جاي فلوس ماشي الفلوس رزق ولكن أنا دايما في تعبيراتي أو في تفسيراتي لكل أحبابي ولكل الناس اللي أنا بفصل لهم بقول لهم إن الرزق مش مال بس الرزق كل حاجة حلوة ربنا سبحانه وتعالى بيجبالك رزق حب الناس اللي حوالين منك رزق زوجة طيبة بتريح قلبك رزق أولاد بيريحوا قلبك وشايفهم قدام منك كده من أهل القرآن من أهل الخير بيسمعوا كلامك رزق عملك اللي أنت ربنا بيرزقك فيه من حلال رزق كوباية الماء أو اللي أنت كوباية الماء النظيفة اللي أنت بتشربها رزق صحتك رزق فهنا إننا نمي أقول الإنسان فيه رزق رزق جايلك في الطريق مش مال بس على طول هيجيلك حاجات جميلة جدا من رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بيفرحك بالرزق بحب الناس بالخير معنا اتصال أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ عمر أهلا يا فندم اتفضل كوسون طيب وانت طيب اتفضل تحت أمرك الأمر اللي أنت عايزة تفسر عن حلم كده اللي أنتو طبعا حازمت أني أنا أقرأ ماسك حية كده يا أفع تمام وبتقرس فيه فوشو كده مالك فوشو وأنا بحوشها مالك في السنوان هابقول له هتا موتها وكده أنت الحية بتعمل إيه يا أهلا ساكلها أسود بتعمل إيه نعم أنت ماسك الحية بتقرس مين الحلز كانت معاك زمع يعني لتينها الثلاثة واربعة لا أنا مش سامع يعني بالله عليك حاول تبقى معايا لأن المنام مهم حاول بحضر الإمكان نعم سامحها بذلك تمام أنت بتقول أنت معاك حية شو ده أه طبعا تمام عملت إيه الحية أنت ماسكها في إيدك أه الحية أنت ماسكها وتعمل إيه مسامعك آه بتعضف وشه وبتعضف وشه اه وانا بسي لها منه بخدها منه اقول لها موتها يقول لأ لا إله إلا الله الحال بدأت كهر تلات مرات لا استناني اوعى تمشي نعم اوعى تمشي المنام كده خلص بس خلص على كده نعم بقولك المنام خلص على كده اه خلص على كده تلات مرات تلات مرات ده كده ده كده المنام لما يتكرر مرة واثنين واثنين وثلاثة جماعة يبقى كده فيه إشارة من رب العالمين بيقول الإنسان خلي بالك انت عارف المنام ده تفسيره ايه حبيبي المنام ده ان اخوك لما يمسك حياة في ايديه شكلها صمرة بيبقى متمسك بإنسانة او متمسك بحاجة الحاجة ده بتضره الحاجة ده ما بتنفعهوش الحاجة ده عدو له ولما اتعضف وشه بتأزين الحاجة دي ضره جدا 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 فانا بقوله لو سمعنا وانت تبلغه قل له بعد عن الامر ده ان كنت تعرف واحدة مش كويسة الله يسهل لها ان كنت بتعمل في عمل بيقدي الى مال حرام لا سيبه ان كنت مصاحب حد مش كويس قل له الله يسهل لك لان رؤية الافعة او التعبان الاسود ده اللي بيعضف وشه هو مسك ومصمم عليه ده عدو وعدوه بيأزيه وللأسف ده هو عارف وعارف ان هو بيأزيه ومصمم ان هو يفضل معاه تمام صح كده انت نصحته في حاجة بعد اذن حضرتك نصحته ان هو يترك حاجة او يسيب حاجة لا 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 فضل ما عارفش اقول له بسرعة حاجة اه طيب يا ريت يا ريت انصحه يا ريت او لو لو انت يعني مكسوف منه او خجلان منه سمعه الفيديو ده على الالتيوب بعد الحلقة ان شاء الله سمعه وقول له الشيخ بيقولك او بيوحي بيقولك خلي بالك في حاجة بتضرك وانت مصمم عليه في حاجة تعبك في حياتك وانت مصمم عليه في حاجة وحشة انت حضنها وحبيبها وهي وحشة وهي ازياج وهي مضمراك ايبعد عنها والله اعلى اعلم شكرا يا فندم شكرا يا رب يبعد عننا الشر النهاردة انا بتكلم على الحلويات ظهر لنا النهاردة منامات فيها تعبين فيها اه حيات طيب انا عايز اتكلم بردك عشان يفيدي الناس اللي ممكن سمعوني وشافوا المنامات اللي فيها تعبين انا بقول يا جماعة ان رؤية التعبان في المنام ما هو الا عدو التعبان في المنام من اسمه تعب طيب انا مش كله لما شوف تعبان هقول عليه عدو هقول عليه تعب ده فيه تعبان رزق تعرفوا الحيطة دي فيه تعبان لما شوفه في المنام بيجي لفلوس بيجي لخير بيجي لرزق اللي هو التعبان السمك التعبان اللي لونه ذهبي خلي بالكم في فرق ما بين الأصفر والزهبي التعبان الزهبي والتعبان السمك ده رزق في خير في رزق أما عندكم التعبين اللي هي بتبقى مثلا خضرة بيضة صمرة دول أعداء بمقدار أطلهم بمقدار العداوة طبعا لو سابك ومشي زي الأخ الأولان في أول ما نام سابك ومشي الحمد لله رب العالمين ربنا أبعد عنك عدو ربنا أبعد عنك شيطان وطبعا العدو هنا مش لازم يكون عدو إنسي بس عدو من الشيطان ليه ممكن الشيطان يتمثل في رؤية التعبان ويجي يمنعك عن ذكر الله يمنعك عن الصلاة يمنعك عن سلطة الرحم يمنعك عن قراءة القرآن فهنا لما أشوف حنش أو أشوف عدو على طول بعرف أشوف حنش أشوف تعبان أشوف أفعة على طول أنا بقول إن في عدو أقوم أستعز بالله من الشيطان الرجيم وادفل على يصاري وما حدثي بي حد واطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن يديني خير المنام ويبعد عن شره طيب معنا اتصال الأستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل حبيبي أيها كان الحلم قبل السيط أهلا حلمة مطيش كاتب كتاب في البيت عندني والعروض مش من البيت بطل البيت في كاتب كتاب في كاتب كتاب أهلا طيب أهلا كاتب كتاب عندكم في البيت كاتب كتاب في البيت عندني طيب اتفضل اتفضل بس اقف في حيطة فاي شبكة اتفضل نا ايش انا عقول لك آآ كتاب كان في البيت عندني وآآ كتب الكتاب كان في البيت والعروض اهم ضرق من البيت وآآ وزاجوا صاجة يعني وبيبصر زي كده بتقول ايه يا حج احمد بتقول ايه اذا غافيش ولا طبل ولا زمر ولا حاجة بقال آآ يعني مفيش لا طبل ولا زمر عندكم آآ مفيش بس في عروصة وفكاتب كتاب الحمد لله الله منام جميل منام جميل الحمد لله طيب الخط قطع اسمعني بص يا سيدي ربنا يا رب يفرحك ويفرح بيتكم ويفرح المنطقة بتاعيكم كلاتها لما يبقى في كاتب كتاب عندكم وفي عروصة ومفيش لا طبل ولا زمر ولا غناء انا بقول ان في مناسبة طيبة جدا جاي الاهل البيت ده في خير في فرج في حاجة جميلة اوي اوي هتسعد البيت وهتنوره في حد ان شاء الله يفرحك اوي 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 من اولادكم او خير جايلك في الطريق والله اعلى واعلم طيب يا جماعة الجماعة اللي هم بيشوفوا التعبين انا بقول لكم ان التعبان اللون الأصفر على طول لما بشوفه في المنام احدد طوله احدد طوله احنا خرجنا عن موضوع الحلويات بس طالما ان احنا هنقدر نفيدكم في اي حاجة نفيدكم على طول فالتعبان هنا لما بشوفه اللونه الأصفر على طول مفيش حد يقولك عدو لا هو فعلا مش عدو لا انس ولا شطان ولا جن ولكن هو عدو شوية تعب شوية ارهاق شوية نكد ليه لان التعبان اللون الأصفر او اللون الأصفر على طول بيدلل على ارهاق للانسان تعب للانسان شوية ضيء فلما ممكن التعبان لو ارس حد وكان لونه أصفر ممكن الانسان ده يتعب شوية يبقى عنده بعض الضيق بعض المشاكل وعلى طول بطول التعبان او بحجمه أيام أو ساعات ويروح عنه التعب والضيق طيب اللون لا أصمر في التعبان بجد ما بحبوش بخاف منه جدا بقوله صاحب المنام احذر على طول لو لقيت تعبان أصمر أو أصمر فبيض أنا بقولك طيب معنا تليفون أستاذ أحمد فضل يا أستاذ أحمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تفضل تفضل كيف قال الحمد لله رب العالمين طيب أستأذنك توضي التلفزيون وتسمعني من الهاتف أشخبارك الحمد لله تفضل يا أستاذ أحمد طيب للأسف الخط تتقطع معلش بتستأذنك تتصل بنا تاني وتعود تاني الاتصال فهنا يا جماعة أنا بقول أن اللون التعبان في اللو التعبان الثعبان في اللون الأسود عدو شديد العدوة إنسان جنب مني عايز يأذيني وممكن ما يكونش إنسان ممكن يكون شطان عايز يبعدنا عن الصلاة وعن الزكرة طيب أنا قلت هنا أن مش كل التعبان بيتبقى وحشة التعبان اللون الذهبي أو التعبان السمك بيدل على الرزق على المال القادم لي طيب هنا شفت التعبان وزي ما الأستاذ قال إنه هو بيعضني طيب ليه أبعد عنه أستعز بالله مش طنرجية ما كنتش بصلي أصلي ممكن يكون التعبان اللي بيعضني من وش ده زي ما قلت له كده إنه ممكن يكون فيه حد وحش بجواره حد ملازمه حد بيضايقه أو ممكن ما بيصليش ممكن ما بيصدش الرحم ممكن بيعمل شيء يعني مزعل ربنا منه ومصمم عليه طب ليه بيعضني في وش التعبان ممكن يكون بيمنعنا عن الصلاة وأنا مصمم سعيب ويعضني ومصمم من أنا ما صليش بيعضني في وش أو بيعضني في جسمي وأنا كنت بطلع الصدقة ومنعتها بيمنعني إن أنا طلع الصدقة بيمنعني إن أنا صلي الرحم أنسي أخواتي أنسي أختي طيب معنا تصلي أهلا يا فندم اتفضلي أنت وصحبتك أنت وصحبتك إيه أستاذ أمان كنت رايشين يشتري حاجات من المكتبة أنت بتشتروا حاجة من المكتبة أيوة وكان الجو بيمطر صحيح وجو بيمطر أيوة فهي دخلت المكتبة أشترت الحاجة اللي هي عايزها وخرجت وأنا كان معايا كان معايا من جنيه أهلا بكتبعت مني أهلا فأعدت أدور عليها فأقلت على الأرض خلوش فضة جنهات فضة أخذت من الإنسلول دي مؤذيني فضة وكان في خمسة جنيه بكتبعت عليها طين بكتبعت أهلا بكتبعت أهلا بكتبعت أخذت حاجة اللي أنا عايزها في الآخر اللي أكتبت ألبر شنطة يعني لقيتها في الشنطة بتاعتي لقيت إيه في الشنطة لقيت الميت جنيه كتبعت آه يعني الميت جنيه اللي ضعت منك لقيتها تاني في الشنطة أيوة لقيتها في الشنطة بس أخذت من على الأرض بإثنين جنيه فضة وجبت إثنين جنيه فضة من على الأرض أيوة وكان على الأرض خمسة جنيه كمان بس كتبعت عليها لا أخذتهاش جميل جميل منام جميل وبعدين دخلت دخلت فاطمة واشتريت الكتاب يا سيزة أمان أسألك سؤال بعد إذنك أنت شكلك بتعاني من حاجة جامدة قوي 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 بتعباكي وليك أمر لغاية دلوقتي لسه ما تحقق الشي طيب، أنت حضرتك متزوجة ولا أنسة؟ أفضل حضرتك متزوجة ولا أنسة؟ لا أهلسة طيب، أنت كان لك مشكلة مع أحد وربنا سبحانه وتعالى سهلة وحلها؟ لا ولا لسه مشكلة موجودة؟ لا لا، ما عايش أشاكل مع أحد يعني الحمد لله رب العالمين مفيش مشاكل مع أي حد؟ لا طيب، اسمعيني من التلفزيون هفصل لك منامك إن شاء الله إن شاء الله منام جميل الأستاذة الفاضلة داخلت مكتبة وحبت تشتري كتاب، ولقت كتاب مكتوب عليه دعاء فاطمة ولقت مية جنيه ضعت منه وبعدين لقيتها تاني وجابت اتنين جنيه، لقت اتنين جنيه على الأرض وخمسة جنيه هنا تفسير الأعداد مهمة جداً وتفسير الكتب مهمة جداً وتفسير الجنهات والمئات مهمة جداً الأستاذة الفاضلة إن شاء الله دخلة على أمر طيب جداً جداً أو في أمر هيقدم عليها إن شاء الله يكون مفرح قوي قوي، لا مش كده بس لأن ربنا سبحانه وتعالى هينصرها على عدو مؤكد ليه؟ لأن رقم مية نصرة على العدو وإن هي توطي تلاقي اتنين جنيه وتاخدهم هنا بقى الأمر الجميل إن أنا بحبه رؤية الفلوس الورقية أو الفلوس المعدنية إذا كانت معروفة العدد يعني إيه؟ يعني إما بلاقي الفلوس معايا معروفة العدد فيبقى فيه فرج ويبقى فيه خير لما ملاقيها مجهولة بتتعبني أوي 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 فهنا أنا بقولك يا أستاذ الفاضيلة المية جنيه ضعت منك وبعدين لقيتها تاني ده فرج، ده خير، ده قضاء أمري لكي وأن ربنا سبحانه وتعالى هينصرك على عدو مستخب أنت مش عارفاه وفيه أمر هيتملك هيكون فيه خير إن شاء الله واللي بيزبك كده رقم خمسة أو الخمسة جنيه إن كنت خدتيها أو ما خدتهاش ولكن شفتها في المنام وذكرت في المنام رقم خمسة وكما علمنا أن رقم خمسة هو الصلوات الخمس ربنا سبحانه وتعالى وهب هذا الرقم بالصلوات الخمس وجعل فيه من خير فهنا لما الأستاذة الفاضلة تلاقي رقم خمسة حقيته أو ما خدتهاش خمسة جنيه فهنا بيدلل على أمر لهذه الأخت الفاضلة هي بتتمناه لم يتحقق حتى الآن بتدعي فيه ربنا كتير أوي 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 ولكن بها يتحقق إن شاء الله وربنا هقولها والله أعلى وأعلم معنا اتصال تاني الأستاذ إيمان أهلا بحضرتك يا فندق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا زوجة من 3 سنين من 4 سنين وما حصلش حمل تماما؟ أنت متجاوزة بحالك 4 سنين مفيش حمل مفيش حمل وكل شهر بحلق بسبيق ليك أنا في المدرسة من الابتدائي لحد لما خلصت الكلية بتشوف إيه يا فندق؟ كل شهر بشوفها معايز المدرسة تمام اسم إيه صحبتك دي اسماء 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 طب اسماء دي صحبتك دي متزوجة؟ متزوج ومخلفة الحمد لله الحمد لله دي لأ أنا عاز وصله تفضلي أنا أحلم دايما برضو كل الشهر دي ناسي السوق سوق السوق أنا بشتري ببقية دي كل شهر الحلمين بات مستمرين معاك وإنت كل شهر إيه؟ كل شهر مستمرين معي الحلمين دولا بيكرر معاك الحلم ده؟ بيكرر أنت بتشوفه صحبتك باستمرار معاكي بشوفها كل شهر كل شهر من الأول ما تبعشت ليه أنا بشوفها في الحلم معي على ذلك كل ما بشوفه بعرف نفسي إن أنا مش يحصل حمل الشهر ده أنا مش مخالفة طيب أنت بتشوفها كويسة في الحلم؟ ولا يعني زعلانة أو بتشوفها كويسة في المنام؟ بتشوفها معاكي بشوفها في المنام؟ بشوفها في المنام؟ تمام كده؟ بشوفها وبتشوفها صحبتك أسماء على طول باستمرار في المنام ليكي؟ آه على طول دي بستمعنا معاكي طيب أنا ممكن أطلب من حضرتك طلب إن شاء الله يا ربي يفيدك ويكون في إفادة لحضرتك وقربا جدا تتواصل معانا وتدعيلي وتقولي يا أبو يحيا الحمد لله أنا حامل إن شاء الله بفضل وقرم من رب العالمين وبفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأنا بقول لكل حبايبنا اللي بيسمعونا دلوقتي ندعي للأخت الكريمة إن ربنا يوهبها الزرية الصالحة ويرزقها بالحمل القريب جدا جدا أنت رؤيتك للأستاذة أسماء اللي هي صديقة لكي وليس قالتك إن هي مجوزة ومعها أولاد لإن هنا ربنا سبحانه وتعالى هيوهبك الحمل وهيوهبك الزرية الطيبة ليه؟ لإن أسماء صديقة لكي وكلمة الصداقة هنا كلمة جميلة قوي كلمة الصداقة بتبقى لطيفة قوي أي الإنسان بيصدق الإنسان في كل حاجة فلما تلاقي صداقتها في المنام واسمها أسماء واسم أسماء أسم جميل اسم طبعا كان في الإسلام جميل جدا جدا وهي المتزوجة وهي الأستاذة طبعا اللي ما أنجابتش متزوجة بس التاني أنجابت هنا بشارة لكي اللي انت تشوفها على طول باستمرار بالحمل القريب وربنا هيفرح قلبك قوي 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 بس بلاه عليكي لو هتسمعيني وهتنفزي اللي أقولك عليه هتلاقى ربنا سبحانه وتعالى هيفرج عليكي اشتغل مع ربنا أكيد روحت عند الأطباء وصرفت فلوس كتير قوي 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 طيب أنا هزود بس شوية صغيرين على مسارف الأطباء شوية 150 عشرة كل فترة وراح أطلعها للأيتام أطلعها لله للفقراء والمساكين وأقول يا رب أنا مشيت كتير مع الأطباء وصرفت فلوس كتير أنا همشي معاك إنت واشتغل معاك بالصدقة يا رب أعطيني وأطلع الصدقة بنية أنت تعطيني الحمل وتصرف عني أي مرض يمنى عن الحمل وإن شاء الله ربنا هيفرحك وعلى طول استغفاري على طول لرب العالمين ولحي على ربنا على طول باستمرار لأن ربنا يرزوك بالحمل ربنا بيحب الدعاء بيحب الإلحاع والله أعلى وأعلم ويا رب وريب قوي قوي وأنا معكم هنا في الحلقة ترن علينا وتقولي لي ربنا يفرحك ويفرح القناة أن أنا بقيت حامل والله أعلى وأعلم كل سنة وإنتوا طيبين رؤية الحلويات في المنام رؤية جميلة جدا رؤية الفواكه في المنام جميلة جدا بتدل على الخير بتدل على الفرج بتدل على الصرور بتدل على السعادة ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي قوي مستحيل ان يجي منام في حلويات او شوكولاتة ويكون الشيطان اللي جايبه ممكن واحد يعرضني يقول لي انت بتقول اي يا عم انت ممكن الشيطان يدخلك في اي حاجة لأ انا هقولك ان الشيطان عمره ما يفرحت ابدا عمره ما يخلي قلبك متهني وسعيد فزي يجيب لك حلويات رؤية الحلويات من منام من عند رب العالمين رؤية الشوكولاتة بتجي من عند الرحمن الرحيم علشان يفرع عباده علشان يقول لهم انا معاكم فبالمنامات والرموز ببشركم بها فلما حد يشوف الحلويات في المنام او الشوكولاتة او حد المشبكة بقوم فرحان بقول الحمد لله ريك يا رب بعتلك منام عشان يفرحك عشان يسعدك الانسان المسجون في سجنه لا ان هو بيأكل حلويات معا اتصال ام اشامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحبتك والله بخير والله بخير الحمد لله رب العالمين يا ربي بارك بحبتك انا سألي كميو كده حوالي مرضين ثلاثة واربا كده انا باكل جوافة جوافة اه بس دفاعي فيها دود بتلاقي فيها دود اه بطلع له ضغطين تمام وبطفه وبقرف منه جدا وبخل جوافة وابصل أكل فيها طيب تمام اه ده حجم كميو بي حاجة صغيرة كمان انت طبعا من المنام ده بيؤكد ان انت متزوجة وعندك أولاد اه متزوجة وعندك أولاد طيب تمام كميلي عندي ثلاثة أولاد ربنا يخليهم لك يا رب بس بس اعمارهم مدي ايه معي يا أسامة ثلث عدالي وعندس ثلثة اتداعي حمز ثلثة اتداعي ما شاء الله الله اكبر ربنا يفرحك بهم بس في حد تعبك شوية في في حد تعبك منهم شوية يعني ايه يعني بي تعبك شوية ما بسماش كلام لا 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 يعني الوقت الثغير شوية بس ثلثة اتداعي يعني دانيا ليسه طالع لثلثة اتداعي بس اللي نفتكوا بقلع ما شاء الله اليوم يعني شرمين ان شاء الله تعالكم العديد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يفرحهم لك وهيخلهم لك في اعلى المراتب بإذن الله بحق هذا الشهر الفضيل يا ربي يا ربي يا رب الله يبارك طيب تمام الحاجة التانية انا حلمت يعني شرمج وحلم حلمت ان انا امي او اخوياتي حد فيهم يقول لي هدئية والهدية هدية تانية فانا قلت لهم على فكرة انا حلمت حلمت ان حد فيهم جايب لي هدية واخوها صندوق الصغير ده او حاجة زي كده الهدية دي كانت عبارة عن صنية وهوها حاجة تانية انا مش عارفة الهدية صندوق وسندوق وايه الصندوق يعني انا مش عارفة هم مورنينش حاجة انا اللي قطعت عليهم وقلت لهم على فكرة انا حلمت ان انتوا عاملين لي من فاكرة وجايبين لي هدية الله ربنا يفراحك ما شاء الله من ام جميل جدا الله يبغيك فا عامل طب الهدية دي تقريبا كانت صنية وهو حاجة تانية كده مربعة بس انا مخاتش جالب لي ايه دي وحاجة مربعة اه لكن خاتش جالب لي ايه الهدية دي خالص ايه حاجة مربعة عن شرمه عن بعض كده كده تشبه تندوق صغيرة خالص اه لكن ما حاجة شالب لي هدية الهدية دي تمام اسمعيني من التلفزيون يا ست يلا ماشاء الله ماشاء الله باسم الله ماشاء الله المنامين جمال الاخت الفاضلة الكريمة لقت ان هي بتاكل جوافة ولما بتاكلها بتلاقي فيه دود فبتقول ان هي بتدفل الدودة على الارض طبعا انا سألتها انت عندك اولاد ومتجوزة طبعا انا معرفهاش ممكن تقول لي انا انسة ولكن طلعت متزوجة وعندها فعلا ثلاث اولاد ربنا يفرحك بهم وان شاء الله تشوفهم في المراتب العالية الدود في المنام يا جماعة بيدل على الابناء الدود في المنام بيدل على الاولاد الجوافة هنا فمرت الجوافة جميلة جدا 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 للاخت الكريمة في رزق جايلك في الطريق يا اخت الكريمة في خير جايلك في الطريق عارفة ليه؟ لان احنا بدأنا نخش في موسم الجوافة احنا النهاردة بدأت الجوافة تنبت على الشجر وتطلع فانا بقول لكم لما يكون حاجة في الموسم بتاعها فهتكون خلكي رزق جايلك في الطريق طيب الجوافة فيها دود بالرغم ان انت قرفت منها ولكن الرزق اللي جايلك في الطريق ده والخير اللي جايك في الطريق ان شاء الله هيكون خير وهيكون في فرق الدود اللي هنا في المنام هيكون اولادك هتنفكهم الخير ده على اولادك بس عايزك لما تنفكه على اولادك متتعبيش ربنا يعينك شكلك بتتعبي قوي قوي على الانفاق عليهم على مسارفهم على حياتك معاهم فان شاء فان شاء الله الخير جايلك في الطريق والفرج اما الرؤية التانية الصنية والهدية من اجمل المنامات يا جماعة في المنام ان انا اشوف هدية حد بيهديني اه الهدية معروفة او مش معروفة ربنا بيقول الانسان ده في فرق جايلك في الطريق خير جايلك جامد قوي 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 كلمة الهدية بتفرح الانسان اصلا ولما يشوف صنية الصنية بتدل على الرزق وعلى البركة وعلى الخير لما تشوف صندوق او حاجة مربعة انا بحب جدا الحاجة المربعة لأن المربع هنا أو المثلث متساوي الأضلاع فبيبشر الإنسان صاحب المنام بالرزق والخير اللي جاي في الطريق والله أعلى وأعلم طيب احنا هنا بنقول أن المنامات بتبقى مبشرة من رب العالمين جميلة أوى 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 ربنا سبحانه وتعالى بيبعت للإنسان ما يسعده اللي بيفرحه ربنا كريم ما بيبعدش حاجة توجه على القلب لا ده ممكن يقولك بينزيرك خلي بالك انت ماشي في طريق وحش شفت كرم ربنا وحبه للإنسان خلي بالك انت ماشي في طريق وحش ارجع بمنام بينزيرك خلي بالك قطعت الرحم ليه قطعت الرحم ليه ارجع تاني فهنا الرزق يا جماعة بيكون خير والمنامات بتبقى من عند ربنا خير كل عموا أنتم بخير وللأسف معاد الحلقة خلص وإن شاء الله استنوني في حلقات قادمة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وحلويات وشوكولتات وأفراح وسعادة على الأمة الإسلامية وعلى الشعب العربي وعلى شعب مصر وعلى جيش مصر يا رب سعيدنا جميعا يا رب تقبل صيامنا كل عموا أنتم بخير وهنهي حلقتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة